أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند بتريند طبعا في البداية وأنا بتكلم في أهم خبر معنا دلوقتي من خلال صفحات السوشيال ميديا وهو بالتأكيد فوز النادي الأهلي بجائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية هذا التكريم بالتأكيد لجائزة جائزة عريقة بنتكلم عن جائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي هذه الجائزة بتتكلم على أهم الأعمال الرياضية والدور الرياضي اللي ممكن تقوم به مؤسسات رياضية أو أفراد حتى في البطولات الدولية أو حتى البطولات العالمية النادي الأهلي ده للمرة التانية بيفوز بجائزة محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي عن العام الحالي 2021 كأفضل مؤسسة رياضية عربية جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سمو الشيخة منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وكشف عن فوز الأهلي بالجائزة عن المجموعة الاقتصادية للنادي الأهلي التمويل الذاتي وذلك باعتبرها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتقار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي كما كانت المبادرة من الأسباب الرئاسية والدعمة للمؤسسة الرياضية في التعامل مع جائحة كورونا والخروج بنتائج ودروس ممتازة في العمل المؤسسي كما أن عوائد المبادرة المالية والبشرية والمعرفية سوف تستمر إلى عدة سنوات تقادمة فضلا عن مساهمتها في التفوق الرياضي للمؤسسة وفوز النادي الأهلي بالعديد من البطولات المحلية والقرية مجلس دبي الرياضي حدد التاسع من يناير المقبل موعدا لإقامة حفل التكريم واستلام النادي الأهلي لجائزته على رأس المقرمين أعيد وأؤكد أن جائزة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي هي أهم الجوائز التقديرية والقيمة لعمل المؤسسات الرياضية أو عمل الأبطال الرياضيين خلال هذا العام في جميع المجالات سواء كإدارة اقتصادية كمؤسسة رياضية أو حتى كمشاركة لللاعبين في البطولات الدولية الكبيرة النادي الأهلي سبق لي الفوز بجائزة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي عام 2013 في ظل أن النادي الأهلي فاز بدور أبطال إفريقيا عام 2012 رغم عام 2013 كمان و2012 رغم أن الفترة دي ما كانش فيه مسابقات محلية ما كانش فيه مسابقة منتظمة بالنسبة للدور العام وكان فيه ظروف صعبة جدا لكن قدر النادي الأهلي يفوز بهذه البطولة القرية وبالتالي الأهلي فاز بجائزة سمو الشيخ محمد بن راشد دوقتها بيتقرر الأمر ولكن المراضي بقى كدور اقتصادي لمؤسسة رياضية كبيرة وهي بالتأكيد النادي الأهلي وفوز النادي الأهلي كأفضل مؤسسة رياضية عربية كجائزة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي وإن شاء الله في التاسع من يناير مع بداية العام القادم هيكون فيه وفد رسم من النادي الأهلي للحصول على الجائزة وهيكون بالتأكيد على رأس المقرمين في الإمارات العربية المتحدة وبالتأكيد إن شاء الله الفترة الجاية كمان هيكون فيه بطولات وفيه انتصارات والنادي الأهلي دائما وأبدا بيشرف الكرة المصرية والرياضة المصرية والرياضة العربية في المحافل الدولي دي جزئية كان مهم جدا نبدأ بيها فقرة ترند ترند